فيديو ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير عن الشاب السعودي عبداللطيف الحاصل على ماجستير بنظم المعلومات والأمن وكان عم ببيع شاي في شوارع السعودية كان مرتدي أيضاً زي التخرج ومعه شهادة التخرج أيضاً طبعاً الفيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره تحديداً إبراهيم العسيري وكتب تحته الاسم عبداللطيف المستوى التعليمي ماجستير من جامعة أمريكية بتقدير ممتاز الوظيفة الحالية عم ببيع شاي وكرك على طريق أبها الخميس وكاتب الله يرزقه بوظيفة يا رب وطبعاً درجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو بشكل جداً كبير إنه كيف شخص حاصل على ماجستير بشهادة أيضاً أمريكية ما عنده قدرة أن يحصل على وظيفة ولكن طبعاً لكل قصة وجهان لذلك طلع صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي هدف في السعودية وقال تحديداً ببيان إلو إنه اتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل إنه هذا الشاب سبق وأن عمل بخمس فرص وظيفية وتنوعت أيضاً هذه الوظائف اللي عمل فيها بين عدة قطاعات من بينها المصرفي الصحي السياحي وأيضاً الغذائي وبلغ مرتبه الشهري في إحدى هذه الوظائف 8000 ريال سعودي إلا أنه لم يستمر ولم يستقر في أي منها طبعاً في ناس انشقت على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمته بشكل جداً كبير على هذا الفيديو وعلى طموحه وإصراره رغم إنه ما عم بيحصل على وظيفة ولكن في ناس قالت إنه هذا يعني فكرة للتسويق تحديداً إنه لابس زي التخرج ومعه شهادة التخرج هو عم بيبيع الشاي في شوارع السعودية طبعاً آخر تحديثات لهذا الخبر إنه جته وظيفتين عم بيختار الآن الأنسب منها ومازال عم بيطمح في الأفضل وتواصلت معه أيضاً قنوات سعودية لمقابلته للحديث عن هذا الموضوع وهو قال إنه لما سألوا إنه ليش لابس زي التخرج قال تحديداً إنه أنا فخور بهذا الزي ولكن في ناس أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عم تقول إنه أسلوب للتسويق للتوظيف وفي ناس كانت عم تقول إنه للأسف إنه عم نحتاج لمشهور لحتى يعلن عن هذا الفيديو ويحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي تبعه لحتى الشخص توصله وظائف ولكن على الصعيد الآخر ما فينا ننكر إنه على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً العناية بالعملاء من العديد من الوزارات في السعودية وغيرها من المواقع الأخرى مثل السعودي للتوظيف كانوا عم بيتواصلوا مع الشخص وعم بيقولوا له إنه تواصل معنا في عنا فرص للعمل ففي عدة وجهات لهذه القصة في ناس انشقوا ما بين إنه هي كان عم بيحاول يسوق لنفسه لحتى يحصل على وظيفة وشافوا إنه هي فكرة ذكية وفي ناس دعموا بهذا الخبر ترجمة نانسي قنقر